موسيقى السلام عليكم تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص يرى ضيفنا السيد عمر الحاسي أستاذ تخطيط المدن وهندسة المكان في جامعة بنغازي الليبية ورئيس حكومة الإنقاذ في ليبيا سابقا أن المرحلة المقبلة هي ختام للفترة الانتقالية والبدء في التأسيس لدولة الحقوق والدستور لأن ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن تمر في أزمة إنسانية أخلاقية وتعاني أو نعاني كما يقول من فرضية مزعجة تؤرقنا في ليبيا وتفرض علينا الإسراع بالعملية الانتخابية يضيف ضيفنا الكريم أنه اتضح لنا أن الفوضى في حالة تضخم وقد تفرد البرلمان الليبي بإنتاج قوانين من دون مراجعة المجلس الأعلى للدولة وهذه فوضى لأنه وفق الاتفاق السياسي الليبي اتفاق صخيرات فإن أي إصدارات بشأن الانتخابات تعرض على المجلس الأعلى للدولة وأشار إلى أن مجموعة من الحقوقيين قد رفعوا قضية أمام القضاء العالي اعتراضا على هذا التفرد الغريب على حد قوله لسيما هو أنه لا يحق للبرلمان الليبي أن يضع أولوية يختار من خلالها برأيه الخاص وجود أولوية للانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ولو حتى بشهر لأن المجلس الأعلى للدولة لم يستشر في ذلك قضية الانتخابات وقضايا أخرى كثيرة نطرحها للنقاش مع ضيفنا العزيز الأستاذ عمر الحاسي رئيس الوسراء الليبي الأسبق مرحبا بك معنا أهلا وسهلا شرفنا بحضوركم الكريم شكرا على هذه الاستضافة وهذه المنحة التي أحتز بها مع حضرتك هذا شرفنا نحياكم بالله أستاذ عمر قبل أن نخوض في المعطيات الموجودة الآن في المشهد الليبي سواء أنه ما تعلق بمشهد انتخابي وتأخير الانتخابات أو تأجيلها الذي جرى مؤخرا نود أن نتعرف أكثر على الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع المحتدم السابق في ليبيا وهل ثمت أخطاء ارتكبت في الثورة أدت إلى هذا الصراع أم أن هناك أسبابا يمكن معالجتها الآن الحقيقة أن النجاح في الثورة لا يعني عدم ارتكابها للأخطاء لكن يعني عدم تكرار الخطأ نعم وبالتالي فالثورة يعني دائما نقولها في ليبيا ونكررها دائما الثورة هي تحول لإنسان كان مهانا ومقهورا وتحول إلى إنسان حر وواعي وبمنهج أخلاقي هكذا تكون الثورة والثورة بمرحلها الثلاث الوعي الهدم والبناء إذا طالت مرحلة الهدم في الثورة تلتهم نفسها وتتحول إلى فوضى تتحول إلى فوضى ولذلك نحن كنا نقول وكنا نبين حتى في مناسبات عدة في تجربة الثورة في ليبيا لأننا ممكن لسنا كبعض الدول العربية أو الإسلامية التي مرت بها في تاريخها ثورات وثورات عدة وكان لها تجارب وكان لها أفكار أصبحت حتى خاصة بها وبتجربتها سواء في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي أو حتى في مصر أو في غيرها لكن التجربة لدينا نحن نحن كنا دولة استقلت ليبيا في الواحد وخمسين وبدأت بنظام ملكي وبعد تصدير النفط في عام واحد وستين في عام تسعة وستين حدث انقلاب عسكري وأصبحت السلطة فيها لمؤسسة احتضنت كل شيء ثم استبدت بكل شيء وصنعت المذابح وصنعت المجازر في كل مكان الثورة لما مرت بنا تجربة الثورة في ليبيا في عام 2011 عبر سلسلة تسنامي الثورات العربية أو الثورات الربيع نحن كنا نقول قبلها بسنين لأن كانت لدينا تجربات أكثر من تجربة سرية لأكثر من مجموعات لكن كنا نتفق على أن الثورة تنجح الثورة حينما تعتبر نفسها يعتبر مشروع الثورة مشروع أخلاقي تقوده نخبة واعية نخبة وطنية واعية هذه النخبة يتبعها الشعب لأجل أفكارها المتنورة وليس لأجل بنادقها الغاضبة العمياء نعم هذه النخبة الوطنية الحرة الواعية ترفع من قيمة وعي الناس حتى لا تطول فترة الهدم وعي الناس كيف يتم توعية الناس بتوضيح أن الفكرة الثورة ليست انتقام ليست قتل ليست ثأر ليست إفساد بل الثورة تعني مشروع بناء ويتم عبر كتابة دستور نعم أو كتابة وثيقة الشعب وهذا واحد من الأهداف الثلاثة التي من المفترض أنها رفعت إبان الثورة نعم مسألة التخلص من الطهيان نظاما ورموزا سابقين كتابة قوانين ودستور جديد كما تفضلتم وكذلك تمكين الوطنيين الثوار من الحكم الفعلي وليس كما جرى في المشهد الليبي نعم وهو في الحقيقة أستاذ يونس أننا نحن كتبنا أول ثلاث أهداف ويعني تبع أو أصبح نوع من العرف من العرف أن الثورات عادة لما تحدث تكتب ثلاث كلمات ولعل ممكن هذا اقتداء بالثورة الفرنسية في عام 1789 حينما كتبت الحرية والأخاء والمسواة فأصبح حتى الانقلابيين في الوطن العربي عادة ما يكتبون الحرية الاشتراكية الوحدة ونحن الحقيقة يبدو أننا لم نخرج من هذه الثلاثية فكتبنا ثلاث كلمات وقلنا يجب أن نحن نتبسك بي كانت أول كلمة هي السلام لا نريد مزيد من الدماء مزيد من الحروب يجب أن تتوقف وأن الثوار ليسوا أمراء حرب يجب أن نعالج جراحنا بسرعة رقم اثنين كان يكون العدل السلام أول شيء العدل ولعلها هي أسماء حسنة وقلنا أن العدل يتكون في كتابة وثيقة وثيقة الأمة الوثيقة الجامعة أو الكلمة الفارسية التي أدخلت في الأدب السياسي العربي وأصبحت كلمة دستور بدل علىنا نحن نحتملها هي كلمة الوثيقة مثل ما كان مثل ما قام بذلك أستاذ الفلسفة العظيم محمد عليه الصلاة والسلام حينما هاجر ودخل إلى يثرب طالبا أن يغير اسم المكان رغم أنه مهاجر ومطارد لكن ليبين أن الإسلام دين ودولة نعم فطالبا أن يكون هناك وثيقة وكتبت الوثيقة التي جسدت فيها أهم مبدأ لدينا هو مبدأ احترام الاختلاف ولذلك هذه الوثيقة وثيقة المدينة تتكون تقريبا من 52 بند نعم من المادة 25 إلى المادة 36 أكثر من 11 مادة حقوق اليهود حرية التجارة لم يقول هؤلاء قامت تجارتهم على الربا فأحرقوا دكاكينهم أو دمروا تجارتهم أعطاهم حرية العبادة لم يقول أن هؤلاء محرفين للكتب بل بالعكس احترم عبادتهم واحترم ترحالهم وتجارتهم فجسدت في هذه الوثيقة احترام الاختلاف واحترام الآخر الذي هو مخالف لك فهذا الدرس السياسي المهم حاولنا أن نقول في الهدف الثاني وهو العدل للثورة الليبية العدل بأن يكتب دستور أو وثيقة ليبيا هذه الوثيقة الحاكمة لليبيا وأن يتم فيها لأول مرة احترام الآخر سواء كان الآخر المعادي اللي هو نظام الانقنابيين أو ما عرف بنظام سبتمبر أو الآخر الذي يشريكنا في الوطن المكونات الأصيلة الليبية والتي لديها هوية خاصة وثقافة خاصة وطلبنا فيها حتى بدسترة هذه اللغات مع اللغات العربية الهدف الثالث وهو هدف كان لاحتواء الغرب وهذا الهدف هو كان الإعمار ويكون بإعادة بناء ليبيا في بنيتها التحتية والبنية العلوية بمساعدة الشركاء الدوليين لأنه يمتلكوا التقنية ونحن نمتلك الموارد والرغبة في تطوير الشباب كانت هذه هي الثلاث كلمات الأولى السلام العدل البناء الإعمار نعم طيب اليوم بعد مرور أكثر من عقد على الثورة هناك كثير من المعطيات والمياه التي جرت يعني في السنوات الماضية والصراع المحتدم صحيح أنا أريد أن أسأل قبل أن ننتقل إلى النقاط العملية ما مدى وضوح الرؤية الثورية للشعب الليبي والأحزاب الليبية والمكونات الليبية الآن بعد مرور كل هذه الفترة وبعد أن جربتم يعني جربت الأطراف المختلفة أعني الصراع بكل أشكاله ومنه الصراع العسكري طبعا ووقت السام الوطن إلى حكومتين وإلى عاصمتين والحقيقة يعني ذكاء السؤال أنه يغفي سؤالا آخر وهي ما هي أسباب الفشل في الثورة منذ بداية كتبنا في تسعينيات القرن العشرين مجموعة من يعني القواعد المهمة لنجاح الثورة واحتمدنا أننا نحن في الثورة إذا أردنا أن نبدأ الثورة كان أولا يجب أن نوجه رسالة إلى الطاغية لعله يغير المنهج وكانت هذه الحقيقة التقاطة من من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم عادة ما يتم اتهام لدى بعض الثقافات الأخرى أنه هو كتاب يحرّض على قتل ويحرّض على المواجهة والعنف وهو دموي وانتشر بالسيف والكلمة الحقيقة الحقيقة نحن لم نكن نتعلم على يد أساتذة في تلك الفترة فترة التسعينات والثمانينات لأن القذافي كان المشايخ يضعهم في السجون والأتباع كان يضعهم في زناز أخرى أسوأ من حتى غرف الشيوخ فتعلمنا القرآن حروفة باكتشاف ذاتي ونحن أسسنا يعني تخصصنا كان علمي لأننا كنا طالبا في كلية الهندسة لم يكن من السهل فهم بعض العمق القرآني لكن أتذكر أننا حاولنا أن نستخرج بعض ما يمكن بالبساطة بروح الحب لهذا المنهج الأخلاقي العظيم الذي يسمى القرآن الكريم أن نستخلص بعض الدروس المهمة فكان أول درس صدمنا وأظن أنه موجود في سورة طه حينما أمر نبيين النبي موسى عليه السلام وعلى نبينا محمد أفضل صلى الله عليه السلام أمر موسى وموسى ملب مساعدة من أخيه هارون وطلبها من الله أن يؤذر أن يستند على أخيه هارون وطلب منهم الذهاب إلى فرعون 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 هنا لم يكن قد أشرك كان قد أتى عمر عظيم وهو أمر الدعاء أنه الله نفسه فكان الدرس السياسي الأول اذهب إلى فرعون إنه طغى كلمة الطغى أو الطغيان هي الخروج عن الحد وقول له قولا لينا كلمة لينا كلمة مهمة أي بمعنى احترموا وجهته أمام حكوماته أمام أولاده أمام ورثاته أمام جنوده أمام من يحبه من شعبه من يعتقد فيه قول له قولا لينا كلمة لينا مهمة في خطاب الطغيان في أول محاولات الثورة لعله يتذكر أو يخشى نحن أيضا يعني التقطنا هذه الإشارة الإلهية وحاولنا أن نطالب في رسالة بعثت عن طريق الشخصيات قريبة من القذافي أن نحن ننبه أنه لا بد أن يفتح أن يكتب دستورا وأن يعيد الصحافة وتكون صحافة حرة وأن يفتح القضاء ويكون قضاء مستقل لا يحتمد على القضاء الذي كان يسميه محاكم الشعب والمحاكم الثورية وهي التي تحكم بدون أسانيد وأن يعيد محاكمة المسجونين في سجون القذافي السياسية وأن يجيز فتح الأحزاب وأن يمنح الصحافة والإعلام أن يكون حرا بنسبة تتزيد كل سنة نعم وحاولنا أن نقول أن نحن نطالب بوجود مؤسسات مجتمع مدني وأرسلنا هذا الأمر أكثر من مرة للأسف القذافي خرج حتى في إحدى خطباته وكاد يكون أنه خطاب موجه لهذه الرسالة يعني من تظنون أنفسكم أنا فوق الجميع وفوق القوانين وفوق حتى الكتب المقدسة كانت لنا أيضا قراءة أخرى أن لا تثق في ثورة يقودها منشق نعم إذا نجحت الثورة لا يجب أن تمنح قيادتها لمنشق نحن الحقيقة واسمح لي فيها هذا أحد الأخطاء التي كانت واضحة في الثورة الأخيرة نعم والمنشق الحقيقة ليس فرد أحيانا فكر جماعي ودعني أصارحك بأمر واجهناه في ليبيا وأظن واجهتها مصر وواجهتها أيضا تونس ودفعوا الثمن جميعا وأظن أن الجماعات الإسلامية هي من ارتكبت هذا الخطأ الجماعات الإسلامية في لحظة ما لم تؤمن بالتغيير بل آمنت ببقاء الطغيان وأن الطغيان أصبح خالدا في تفكيرها الإسلامي وأظن أن هذا تفكير معيب ولاجأت إلى مصاحبة الطغيان وشاركته بلوي أعناق النصوص المقدسة أنه يجاز له توريث الطغيان لابنه مثل ما حدث في سوريا وكان يحدث في مصر عبر المؤسسة الدينية الحكومية وعبر جماعات إسلامية لها تاريخ كبير للأسف مصخ في تلك اللحظات وأيضا حصل في ليبيا يعني أصبح رجل الدين ينام مع الطغيان في سرير واحد أي بمعنى وهذه ذكرتها في مؤتمر مؤتمر شباب التغيير أشرت إلى هذه الجزئية أعني بها أن أحلام الطغى في النوم في سرير واحد أصبحت أحلام الطغى هي نفسها أحلام رجال الدين أو رجال أحلام رجال الدين هي نفسها أحلام الطغى التوريث تمكين الطغيان منح الطغيان صفة البقاء بمؤيدة بنصوص هو في الحقيقة أصبحت نصوص محرفة وهذه لحظة تاريخية خطيرة جدا حتى في الإسلام أو في لوي العنق النص والذهاب به لمنحة إلى طاغية لكي يبقى رغم أن هذا الطغيان يعني كان قد حارب الإسلام حارب الإسلاميين وقتل ونكل في هذه الجماعات نفسها في لحظة ما أصبح الطغيان هو مقياس كل شيء نعم حينما جاءت الثورات بدون علم وبدون ترتيب من هذه الجماعات الإسلامية فجأة يعني حينما حدث هذه الثورات الثورات لم تثور على الطغيان ثارت حتى على الجماعات الإسلامية التي لوت أعناق النصوص المقدسة وقرر الشعب أن يكون الحرية هو مقياس كل شيء وليس الطغيان هنا انعكست الآية نعم فاكتشفنا أن رجال الدين وأن الجماعات الدينية أحزابا وجماعات قفزت إلى سفينة الثورة وحاولت أن تقود الثورة وأسقطت الثورة في حالات المواجهة الثانية للثورة وهي حروب الإنقلابيين فشلت الثورة في مصر وعادت مصر سبعين سنة إلى حكم العسكر نعم والآن يتكرر الأمر في تونس بصورة أن الشعوبيين ومعهم اليمين العربي على رأس الإمارات واليمين الفرنسي أن هي يعاد ويتم سحل الإسلامية ماذا عن ليبيا جارت تونس؟ نعم ليبيا جارت تونس ومصر نعم بلا شك نحن في الحقيقة كنا نقول دائما حتى في الدروس الأولى للثورة أن الثورة هي علم التغيير والثورة في كلمة التغيير هي كلمة يكاد يكون أن التغيير في أقصى وفي أصعب أنواعها هي الثورة بل البعض يقول أن أسوأ أنواع التغيير هي الثورة لأنها تحتمد على الهدم للإصلاح تحتمد على إزالة ما كان قائما في بنية اجتماعية في بنية قانونية وسياسية هدم بالكامل ثم يعاد بناء الدولة من جديد فكان التغيير صعب يعني المعادلة الخطية رياضيا مثل ما نقول في الهندسة وفي الحساب المعادلة لا توجد معادلة خطية تستطيع أن تتنبأ بها بما يحدث المعادلات الخطية هي معادلات الأنظمة المستقرة لكن بالنسبة للثورة هي يعني نظام معقد لكن في القرآن وفي كتاب الله فيه آيات جميلة جدا تناولت الثورة ولعل الله لم يجعل مشيئة خلف مشيئة الناس إلا في آياء واحدة كان دائما يضع مشيئة قبل كل شيء إلا في التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وضع مشيئة الناس في لحظة التغيير لحظة الثورة قبل مشيئته هو نعم نحن اكتشفنا أن الجماعات الإسلامية حينما دخلت على الثورات فشلتها وقدتنا إلى هاوية لذلك كنا نقول لا تثق في ثورة يقودها منشق حتى وإن كان رجل دين حتى وإن كان يسبقنا على الصلاة ويئمنا لا أثق فيه أن يقود ثورة لأن فكره لم يؤمن بالتغيير نعم أبطل نظرية التغيير هذا كلام مهم أستاذ عمر ولهم أيضا أنه التعامل مع معضلات وتحديات مع بعض الثورة إنجز التعبير العمل السياسي والاتفاق ووجود رؤية سياسية موحدة على مستوى جميع المكونات الليبية لم يكن أمرا سهلا هل نستطيع القول اليوم أن الأطراف الليبية تجاوزت هذه المسألة تخطط هذه الصعوبات من خلال الحكومة التي جرت مؤخرا والذهاب إلى موضوع الانتخابات في الحقيقة يعني موضوع الانتخابات وموضوع الثورات العربية أنا أريد أن أبوح لك بشيء هو مهم جدا في تقييم الثورة الليبية هناك جماعات إسلامية لم تكن تقبل المصالحة مع نظام الطبيعات ظلت في السجون وبعد خروجها من السجن لحظات الثورة الأولى ارتكبت جريمة اختيال في شخصية مهمة هو أحد رجال القذافي كان تم احتبار قائد جيوش الثورة وهو اللواء عبد الفتاح يونس وتم هذا الأمر هذا الاختيال بطريقة دموية وطريقة يعني لا تليق بالثورة ولا تليق بالثوار لأن الثائر حدث يبحث عن العدل لا يقيم ظلما ولا ينكل ولا يقتص لذاته فحصل هذه الأمر هذا الأمر كان جرس انذار خطير أن الإسلاميين بعد أن تحصلوا على السلاح سيبدأ الانتقام ثم حصل الأمر الآخر وهو أمر موربك وهو اختيال السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنس في مدينة بنغازي وكان هذا يعني تأبين الثورة والحقيقة أن التجربة يعني أن هذه كانت حادثة مريعة لأن اكتشفنا أن الأمريكان تأخروا على نجدة السفير وهذه الحادثة جسدتها هوليود الأمريكية بناء على سيناريو الفيلم الذي كان اسمه بنغازي ثلاثة عشر ساعة هذا الفيلم يجسد أن المخابرات المركزية الأمريكية أمرت جنودها وهم على بعد كيلومتر بالمسافة مثل ما تقول أحداث الفيلم وهي أحداث المستقاة من التحقيقات الأمريكية نعم أن رجال المخابرات الـ CIA الأمريكية طلب منهم عدم التحرك وعدم الذهاب لإنقاذ السفير نعم لكن بعد حوالي ساعة يبدو أن تدخل الجنود وحاولوا إنقاذ السفير والسفير مات مختنقا بالدخان لم يقتل بالرصاص أو بغيره فحادثة مقتل السفير يبدو أن أمريكا متورطة فيها هي نفسها في هذه الحادثة أيضا أن بقى أمريكا 13 ساعة حتى تأتي قواتها الأجنبية الجوية لتأخذ جثمان السفير والجرح مدة طويلة جدا يعني مدة طويلة جدا لدرجة أن الأمريكان استنكروا هذا الأمر وهذه الحادثة بطلاسمها كانت سببا في سقوط المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون لأنه استخدمها ترامب ضدها في الحادثة نحن في الحقيقة وجهنا وجود حرب على الجماعات الإسلامية المتشددة وسخر ضابط عسكري اشتهر بأنه كان أحد يعني السفاحين في عهد القذافي وارتكب مجازر بشرية في عهد في دخول القذافي وجنوده وهو كان يرأس حملة هذه القذافي نفسه كان يرأسها أحد الضباط المشهورين وهو السفاح خليفة خفتر هذا الرجل أسر في تشاد أنقذته أمريكا وذهبت به إلى فيرجينيا بالقرب من مقر السياقية ليقبع هناك أكثر من عشرين سنة حينما شهدت أن هناك قوات لشباب متشدد في بنغازي في درنة في وسط الصحراء أرسل هذا الشخص ليقود حملة يؤيد فيها اليمين العربي الذي بارك عملية الحصاد البشري وأمريكا كانت موجودة مع حفتر في عهد ترامب ترامب سجل عنه أنه اتصل بحفتر بالهاتف حفتر أصبح لديه البلاك ووتر كان معه الفاغنر الروسي وكان معه الجنود السريين الفرنسيين هل أمريكا تريده رئيسا لليبيا في الفترة الحالية أم لا؟ هذا السؤال نجيب عليه تكرما بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد عزان المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص أسمع الأستاذ عمر الحاسي رئيس الوزراء الليبي الأسبق مرحبا بك معنا كنا قد توقفنا عند تدخل حفتر بالطريقة التي شاهدناها وبتلك القوات والمساندة الدولية والإقليمية له وعلى الرغم من ذلك تقول بعض التحديلات بأن الأمريكان لم يرغبوا بأن يكون رغم الاتصال الذي تلقى من ترامبو كذا لم يرغبوا أن يكون رئيسا لليبيا هل هذا صحيح وكيف يمكن أن تصف المشهد في تلك الفترة؟ هو بالنسبة لي حفتر استخدم كآلة حصاد بشرية لم يستخدم كمشروع بديل سياسي هو رجل عسكري عرف عنه أنه ينكل بكل ما هو حي يجد أمامه ويستخدم حسب المدرسة السوفيتية أن يستخدم أكبر عدد من التضحيات من الشباب المهم أن يصل إلى النصر وهو للأسف ومن حسن الحظ أنه لا ينتصر دائما كان يرتكب المجزرة في جنوده قبل أن يرتكبها في الطرف الذي يحاربه وبالتالي نحن الآن أكثر ضحايا حفتر لم يكن في الثورة كان من المغرر بهم أو من الشباب البسيط الذي أقنعهم أنه يحارب داعش ويحارب تنظيم الدولة ويحارب الإخوان ويحاربه كل هذه الأمور لم تكن صحيحة بل هو كان متسامحا مع داعش في خروجهم من درنا ومنحهم الطرق لمسافة 800 كيلومتر وهم يسيرون في موكبهم الكبير حتى وصلوا سرد الذين حاربوا داعش هم الثوار في غرب ليبيا وتحالفت معهم كل قوة أحرار الوطنيين من الجنوب من المكونات الأصيلة من الأمازيغ من التابو من الطوارق من المهجرين القادمين من شرق ليبيا واجهوا داعش واستطاعوا أن يقضوا عليها في سرد نعم لكن حفتر هو آلة حصاد بشر هو الرجل هذا يا هذه الشخصية نكل بالمجموع حتى يتم إفراغ المنطقة والدفع بداعش لتكون في سرد وهناك يتم حصادها من قبل الثوار هو يبدو أنه نفذ هذا المشروع نفذ هذا المشروع للغرب ولكن وجب الانتباه أن الغرب دائما نحسبهم متحدين في رؤية وعلى العكس أمريكا حينما وصل ترامب واتصل بحفتر لم تكن السيدة نانسي بيلسي رئيسة الحزب الديمقراطي ورئيسة المجلس النواب الأمريكي على اتفاق مع ترامب كانت على خلاف معه لأن ترامب كانت له علاقة غريبة جدا مع الروس بل شكك في نجاحاته نتيجة لوجود علاقة مريبة في انتخاباته أو في غيرها وهي شأن داخلي أمريكي اللي حصل الآن نحن بالنسبة لليبيا أن ترامب كان يوافق على إدخال الروس وعلى وجود الروس في ليبيا وهذه كانت قضية خطيرة جدا للأمن الأمريكي للأمن القومي الأمريكي جوهر الصراع الأمريكي الروسي الطبيعي أمريكا كانت وما زالت تحتبر أن البحر المتوسط من المياه الدافئة وهو جزء من الأمن القومي الأمريكي لا يجب أن تدخل الروسي أيضا أن خطوط الإمداد الطويلة التي امتدت من دبي ومن الرياض إلى حفتر لكي يتمدد ويدخل في ليبيا كان قرار خطير بالنسبة للأمريكي وهذه تقودنا إلى لحظة تاريخية كبيرة جدا في عام 1945 حينما انتصر الحلفاء أرادت روسيا وكان اسمها الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة أن يأخذ نصيبها من ليبيا ليبيا لم تكن دولة في تلك الفترة لم تستقل بعد استقلت سنة 1951 في الـ45 روسيا كانت تريد أن تأخذ نصيبها من هذه المستعمرة التي كان يديرها الفاشيست باحتبار أنهم هزموا ولأن روسيا كانت تقتسم في كل شيء مع الغرب اقتسمت أوروبا اقتسمت برلين بسور حينما جاءت إلى ليبيا وأرادت أن تأخذ نصيبها من ليبيا كانت تريد منطقة العاصمة أوروبا لم تكن قادرة على إلغاء هذا المشروع الروسي واقتسام ليبيا كمستعمة فتم الاحتماد على الاتصال بالأمريكان لتقوية كيفية إخراج الروس بأي طريقة وبأي تكتيك تم الاحتماد على الأمم المتحدة وجاء أدريان بيلت المبعوث الأممي في تلك الفترة والذي تمثل الآن ستيفني وليامز الأمريكية أدريان بيلت عمل تقرير لأن الأوروبيين كانوا خائفين قالوا نحن نستطيع أن نواجه روسيا نواجه الاتحاد السوفيتي حينما يأتينا من شرق أوروبا أما أن يأتينا من الجنوب فهذا خنجر مسموم نحن لا نستطيع أحيانا المواجهة من جبهتين لنضع الاتحاد السوفيتي في جبهة واحدة لذلك وجب إخراجه من ليبيا أو من هذه المستعمرة الإيطالية أدريان بيلت المبعوث الأممي حينما وصل إلى ليبيا كان يملك مشروعه وهو هذا المشروع أن ليبيا فيها شعب قادر على الاستقلال ويجب منحه الاستقلال ولا يجب أن يكون هناك وصائع عليه من أي دولة أخرى أو أن تتقاسم دول الحلفاء وغيرها ونجح المشروع الأمريكي الأوروبي ويبدو أنه كانت فيه غفلة من الاتحاد السوفيتي وكتشفت أخيرا هي المستندات التي خرجت متأخرا فتم إخراج الاتحاد السوفيتي أن يكون في جنوب أوروبا وتم الاحتباد على أن الليبيين سيكتبون قاعدة دستورية وكتبت القاعدة الدستورية في أكتوبر 51 قبل الاستقلال وتم الاتفاق بين المجتمع الدولي أن تكون ليبيا تبدأ في الانتخابات يوم 24 ديسمبر سنة 1951 بعد 70 سنة بالضبط أراد المجتمع الدولي بالاتفاق مع الأمم المتحدة إخراج الروس من ليبيا بنفس الطريقة وهذه المرة تمت عن طريق المبعوثة الأممية الأمريكية ستيفني وليامس بأن ليبيا يجب أن تكتب فيها قاعدة دستورية وأن تبدأ الانتخابات يوم 24 ديسمبر ربحان الله الماضي شوف أستاذ يونس يتم إعادة ولادتنا من نفس الرحم من الأمم المتحدة وبنفس تاريخ الميلاد وكل الألام التي تألمناها على مدار 70 سنة هذه غير محسوبة غير محسوبة والأوجاع التي طيب الفيلسوف الفيلسوف وأعذرني الفيلسوف والشاعر الأسباني سيناثيا يقول من لا يقرأ التاريخ يكرره نحن أضفنا تكملة لهذه الجملة الذكية يكرر كمهزوم أحيانا وليس كمتصر أسف الشديد وهذا ما حدث معنا وهنا أتوقف عند الانتخابات أنا ممنون إلى هذه القصة الحكاية التاريخية الجميلة التي أعادتنا سبعين عام إلى الوراء لعننا نتعلم من أخطائنا لكن سبق أن صرحتم سيد عمر أن رئيس أن المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد عقادة الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات صدق وقلت أنه لا يستقم أن يكون الرأس الذي يصمم ليدمر الهلاد هو رأس نفسه الذي يبني ويعمر ماذا تقصد بذلك؟ الكاتب الليبي الصادق قال إن تجاهل التاريخ خطيئة عقابها أن يتجاهلك الواقع والمستقبل في المضعات أكيد لا شك ومدام أن تجاهلنا سنعاقب بأن الواقع أو الحاضر لا نمتلك إذن ضاعت خطوط الرسم للمستقبل وهذه الكلمة صحيحة نحن الحقيقة وجهنا أمر وهو أن السلطة التشريعية التي كانت تشرع لانتصار الانقلابيين وعلى رأسهم السفاح حفتر وأمد دات بالنصوص وبالقوانين التي تجيز أن يقصف المدنيين ويرتكب المجازر في درنا في بنغازي في مرزق وأن يرتكب المجزرة في غرب ليبيا ويقصف العاصمة ويدمر ويضرب كل المحرمات ضرب سيارات الإسعاف ضرب المستشفيات الميدانية واستشهد الأطباء واستشهد الأطقب الطبية ضرب مراكز الإيواء للنازحين ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية وهو مسجل صوت وصورة وباللحظات ضربت الأماكن التعليمية يعني كلية عسكرية فيها طلبة بعضهم في سن الأطفال يعني 18 سنة وغير ذلك ولحظات القصف ونحن تابعنا تقرير للبي بي سي البريطانية البريتش بروكوست شانل كانت تسجل لحظة التي ضرب فيها تجمع الطلبة الليلي وهم كل هذا ضرب في وقت يعود من جديد البرلمان يشرع لموضوع الانتخابات يعني كل من أيد هذه الضربات وكل من أباحها واستباحها وفتح حدود البلاد واستخدمت الطيارات المصرية واستخدمت طياران الإماراتي وخطوط الإمداد العسكرية ودخول المرتزقة سواء كانت شركات أمنية دولية البلاكووتر الفاغنرس الروسي الجنود الفرنسيين الأسلحة المتنوعة سمح بها هذا البرلمان هل تقبل أن من شرع إلى الموت هو نفسه من سيشرع لاحتواء من بقى حياً في منطقة الثورة لكي يحدث فيها انتخابات هذا أمر يخلو من العدالة ويخلو من المنطق يعني نحن لا نقبل لأن رئيس البرلمان وهو المدعو عقيلة صالح هذا الرجل احترف بخطأه قال نعم نحن أخطأنا هذا خطأ مكلف كلفت البلد سيادة قتلت أبرياء أنت يجب أن تذهب إلى السجن الغريب أن القضاء نعم تباطأ في هذه النقطة نعم إلى الآن القضاء معطل نعم ونحن طبعا إحدى الجرائم التي ارتكبت في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات وهو الاتفاق السياسي الليبي أن تم إبطال الدائرة الدستورية حينما نقول إبطال الدائرة الدستورية أنك لا تستطيع أن تحاكم الرئيس أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية العليا يبقى فقط مفتوح باب القضاء الإداري وهذا يتناول قضايا في داخل الدوائر الحكومية أو القضاء الجنائي وهو ما يختص بالقاتل والتزوير الآن أستاذ عمر لماذا تأخر نعقاد الانتخابات؟ وفقا لما هو موجود الآن حتى لو أراد البرلمان أن يقوم بهذه المهمة ويدعو للانتخابات وما إلى ذلك والناس تنتظر النتائج وفيما بعد الذي يحكم هو الذي يحصل على أصوات أعلى ونسبة أعلى في الانتخابات لكن على الرغم من ذلك أشجلت الانتخابات أو تأخرى نعقادها ما السبب؟ اسمح لي أن أبوح لك بحقيقة مؤلمة المجتمع الدولي لا يتعامل مع الثورات العربية بطريقة واحدة هناك حسبات جغرافية نعم يعني مثلا في ليبيا اتفق المجتمع الدولي على أن تكون هناك يكون هناك لليبيا اتفاق سياسي بين الليبيين بين المتخاصمين وأن يعقب هذا الاتفاق انتخابات وأن يكتب الدستور طبعا لم يكتب الدستور ولم يتفق عليه هم الحقيقة هذه نقطة من أسباب فشل هذا الأمر لا نجد في سوريا يعني سوريا بلد الشقيق وجرح الثورة النازف منذ عام 2011 بماذا تفسر ذلك؟ نحن نفسرها بعدة أشياء الجغرافية مهمة نحن لسنا على جوار مع الكيان الصهيوني مثلا؟ طبيعي سوريا لابد أن تكسح أن تدمر أن تكون محريث الشيطان تجرد الأرض السورية بالكامل إسرائيل تملك الكيان الصهيوني يملك مشروعه راسمه على العلم ما بين الفورات وما بين النيل هناك نجمة صهيوني سيد مر للوقت سيد عمر السبب تأخير نعقاد الانتخابات ما هو السبب الأهم من الأهم؟ أولا أن المجتمع الدولي هو من ينظم الحركة السياسية الأهم في بلادها تمام فحينما طالب أن تبدأ الانتخابات وتقدمنا الانتخابات أنا نفسي كنت أحوى ومازلت مرشح رئاسي من ضمن المرشحين للرئاسة في ليبيا اكتشفنا أن الغرب متخاصم على ليبيا أن أمريكا لديها رغبة في أن مثل ما قلنا أن بعد سبعين سنة أن يعود أن يعود الانتخابات وأن تستقر ليبيا عكس سوريا في نفس الوقت الاتحاد السوفيتي لا يريد أن يكرر عبر وريثه الذي يسمى الآن روسيا لا يريد أن يكرر التجربة منذ سبعين سنة فاحتمد على ورثة الطغيان روسيا الآن تدافع على بشار نعم وتدافع على ابن القذافي سيف لكن أمريكا لا تريد سيف نعم فحينما رفعت روسيا بسيف القذافي ليدخل في الانتخابات سمعنا صوت محكمة الجنايات يطالب بهذا الاسم سيف القذافي أن يأتي بسرعة ويسلم نفسه سبقتني إلى سؤال مهم عن رأيكم وتعليقكم حول الترشح بعض رموز النظام السابق أو يعني الذين عليهم بعض القضايا الجنائية وما إلى ذلك هل تعلم أن رموز الطغيان رموز القذافي لم يكن يقبلون فكرة الانتخابات وفكرة الأحزاب وفكرة أن يكون هناك دستور لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بها بل هم أعدموا كثير من الشرفاء الوطنيين في ليبيا أعدموهم في شهر رمضان أعدموهم في ميادين الجامعات فجعنا بهم ونحن طلبا إعدام كثير من الأحرار وعدموه في مدنهم في مدن الثوار أنفسهم لماذا؟ لأنهم كانوا يطالبون بيدستور حتى نبدأ نمارس الانتخابات وتكون لدينا أحزاب الغريب في الأمر أن فكرة كثير من رموز الطغيان السبتمبري القذافي أن كثير منهم الآن بدأ يكون في أحزاب وأيضا بدأوا يكونون في رغبة ملحة لديهم لدخول الانتخابات نحن قلنا كلمة إذا كان هؤلاء الرموز غير ملوثين بدماء طالت الليبيين الأحرار الليبيين أو طالت أي إنسان في الكون لأن القذافي كان يرتكب في جرائم حتى في العراق ساند الجمهورية الإيرانية بصواريخ وقصفت بها العراق وأستشهد الكثير من العراقين كان السلاح ليبي ويتم بموافقة كثير نحن قلنا إذا كان هناك شخص من أتباع القذافي لم تتلوث يده بدماء من أي إنسان حتى لو كان من ديانات مختلفة ومن غير إذا لم يرتكب جريمة طالت أي مست حق الناس وإذا لم ينهب مالا من الأموال اللي هي من ضمنها أموال الليبيين مفهوم نعم فإذا هذا الشخص يجاز له دخول الانتخابات لأن الانتخابات لابد أن تكون لها ضوابط أخلاقية وإنسانية وقانونية بلا شك لكن المشكلة أستاذ عمر في من يحدد هذه الضوابط هذه المشكلة في غياب المحكمة التستورية في غياب أجسام مهمة في المشهد الليبي في دقيقتين كيف يرى السيد عمر الحاسي مرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة رئيس حكومة الإنقاذ في فترة حساسة من تاريخ ليبيا كيف يرى الأفق في ليبيا الآن أو المستقبل القريب؟ أنا مستبشر مستبشر لكل المنطقة العربية الغرب لا تعول عليها أنه يفهم الثورات لم يفهمها يعني نحن تابعنا حينما كان الرئيس الأمريكي أوباما كان مع الثورات ترامب كان مع الانقلابيين وهذه في دولة أمريكا في فرنسا ساركوزي كان مع الثورة خلفه أولاند كان مع الانقلابيين ماكرون مع الانقلابيين هم في الحقيقة ليسوا مع الانقلابيين ومع الثورات هم مع مصالحهم لا يوجد لديهم صديق مثل ما يقولون ولا يوجد لديهم عدو ولكن توجد لديهم مصالح لبلدانهم هم يعملون عليها أنا أريد أن أقول لك من كان يفهم الثورات هي الشعوب نفسها الغرب لا لديه عقل سياسي يعني ممكن لو طالت الفرصة في مناسبة أخرى كنت سأتكلم عن كيف يفكر الغرب تجاهنا وكنت سأتناول كتاب مهم كنا ندرسه في فترة من الفترات وهو كتاب الموجة الثالثة لألفان توفلر وهو أستاذ لقورباتشوف ولي مهاتير محمد مهاتير كان أستاذ الهم والكتاب كان ترجم في ليبيا سنة 1990 الموجة الثالثة ويتحدث عن ثورات مهمة أن الثورة الأولى كانت الثورة الزراعية ورافق هذه الثورة الزراعية الاستقرار والاستيطان زادت تنوعة المائدة عند هذا الإنسان منذ 12 ألف سنة وظهر المقدس ظهرت الأديان لأن الإنسان استقر بعد عدد من السنوات سنة 500 يعني من حوالي 500 سنة تم تحطيم المقدس وبدأت فكرة أن الإنسان هو الإله وتحطمت تم تحطيم الأديان وهذه الفلسفة الغربية الآن بالضبط وهو صحب هذا الكتاب وأصبحت أن الإنسان هو الإله الجديد وظهر الإلحاد وظهرت المادية وغيرها ثم وصلوا إلى الثورة الحديثة وثورة الاتصالات والساتيلايت والإنسان أصبح خارج الأرض كان صاحب الكتاب يريد أن يقول أن العرب وسكان العالم الثالث هؤلاء المنطقة ما زالت تعيش في الثورة الأولى ما زالوا موجودين في ثورة المقدس وثورة الزراعية الغرب يرانا برؤية يجب أن نفرد لها مساحة مستقبلة لا شك وهذه المساحة لابد أن تكون أوسع وأعمق عند المفكرين وعند أصحاب الشأن والقرار الذين يقودون المشهد سواء من أحزاب أو مثقفين أو مفكرين وكذلك صنع قرار في العالم العربي والإسلامي وليس فقط في اللقاءات التلفزيونية منمون جدا لهذا اللقاء الطيب ولما سمعنا منكم سيد عمر الحاسي رئيس الوزراء الليبي الأسبق المرشح الرئاسي القادم نتمنى لكم التوفيق في نهضة ليبيا إن شاء الله وخدمة الشعب الليلي شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله